موسيقى لأني صنعاء حضاها الله بفيض الغامة ما مثل صنع اليمن لكن لصنعاء وجها آخر بعد أن لطقها الحوثي بشعاراته وشوها معالمها الأثرية البالغة القدم ليطال التغيير وجه المدينة آزال هذه المباني الضاربة في جذور التاريخ ووجدان اليمنيين سعت الميليشيا لما وصف بمحاولات تمسي الهوية اليمنية في العاصمة صنعاء المدرجة في قائمة التراث العالمي إذ انتشرت في الأوينة الأخيرة شعارات تحمل بعدا طائفيا بألوان يخدش الفن المعمارية للمدينة ويشوه معالمها الأثرية وتراثها الفري عبر نشر رسومات طائفية على جدران سور صنعاء القديمة ومنازلها وأزقتها وعلى منابر وأبواب الجامع الكبير وهو ما يهدد بإخراجها من قائمة اليونسكو صنعاء القديمة تدفع اليوم كغيرها ضريبة وقوعها في قبضة الميليشيا ومثلها تفعل جامعة صنعاء التي تعرضت مناهجها التعليمية لتعديلات وإضافات تضمنت مقررات ذات أبعاد طائفية موجهة لخدمة مشروع إيران في اليمن يقول أكاديميون إن تدخلات الحوثية في المناهج التعليمية كارثة بكل المقاييس وإهانة للعقول الأكاديمية والطلابية فيما ترتفع الأصوات المحذرة من سحب الاعتراف بجامعة صنعاء من قبل الهيئات العربية كاتحاد الجامعات العربية جراء العبث الذي يطال المناهج لكن هل اكتفى الحوثيون بذلك؟ لا فقد سبق ذلك أن فرضت ميليشيا الحوثي على المدارس الخاصة بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها مدرسين ينتمون لها لتدريس منهج التربية الإسلامية من أجل تكريس ثقافة دينية تتماشى مع توجههم الطائفي وكانت الميليشيا قد عملت كذلك على تغيير بعض المناهج التعليمية بما يتسق مع توجهاتها يخشى اليمنيون من استمرار سيطرة الميليشيا على شريحة العظمى من السكان الأمر الذي قد يتسبب بتغيير مستوى هوية الدولة وسلامها الاجتماعي تمضي ميليشيا الحوثي في حربها على اليمنيين فإلى الجانب العسكري تخوض أيضا معاركها الثقافية والفكرية على مستوى تغيير مناهج المدارس والجامعات وتبني خطاب طائفي في المساجد في سعي جاد وحثيث لوضع نظام تعليمي متكامل الأمر الذي يعتبره متابعون مقدمات لتغيير ديمغرافي كامل على المستوى الاجتماعي والثقافي مطالبات كثيرة بسرعة تحرير هذه المناطق حتى لا يجد اليمنيون أنفسهم أمام جيل مشوه وتائه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة